في النص الأولين يشوفنا عصام عمر وأحمد دايش وكل الأبطال اللي معاهم نفس الكلام الحياة رغم ناجح لأن عصام عمر لما عمل بلده يعني كانت مشاهدة رهيبة كان دايما يقولك إيه الإعلانات تقول لنا لا ده مش هيعمل وخصوصات رمضان ده كويس يعمل أوف سيزن أو يعمل دور تاني أو يعمل مسلسل على منصة لكن رمضان ومسلسل مهم ويبقى عصام عمر دي حاجة تحسب له جدا طبعا وجوه كتير جديدة يعني تقلقت أساسا في مسلسل مسار إجباري لو نحن نتكلم عن مسار إجباري مسار إجباري كل وجوه جديدة جهاد حسام اللي هي كانت طلع المحامية هي عاملة دور كمان دلوقتي في بدون سابق انظار دور هايل جدا ودور كبير نورين أبو سعدة اللي هي كانت بتحب أحمد دايش برضو مسالة هايلة ده هيشجع جامد أنه نعمل أعمال كاملة بوجوه جديدة وما نبقاش قلقانين من بعد ما ده خرج من المنصات لسيزن رمضان بصي هو سنة الحياة كمان فكرة إيه السنات هي بداية فترة انتقالية في الدراما أكيد كريم عبدالعزيز أحمد السقق أحمد عز مونة زاكي كلهم وجوه بنحبهم وكلهم يعني نجوم كبر وما فيش جدال لكن ما نبقاش فيهم حد يعمل شاب جمعة لكن في الآخر زي ما كريم ظهر ومونة ظهرت وكل الناس دي ظهرت في وقت كان فيه أستاذ نور الشريف و أستاذ زيحة الفخراني و يسرة وكل النجوم دي و أستاذ صلاح السعداني هو إحنا داخلين على مرحلة جديدة مرحلة بقى عصام عمر و أحمد دايش و الجيل ده كله هيبتدي يظهر هيبتدي بقى كريم و بقى النجوم الجيل بتاعه هيبقى ليهم أنواع معالم الدراما و أدوارهم التانية مختلفة فهو إهاية دي سنة الحياة في الآخر لغاية النهاردة و أستاذ زيحة الفخراني موجود يعني مش هيمنع أن كريم هيبقى موجود و كل الجيل ده موجود بس الجيل التاني ده أنا شايف أن فيه مسلسلات كتير جدا هتبقى ليه للفترة الجاية و حاسس أنهم قدروا قد إيه يشيروا المسئولية أنا شايف نجحوا جدا و مسلسل من أنجح لمسلسلات الحقيقة و من أكتر مسلسلات اللي حافظ على الإقاع بتاعه طول رمضان نفس ده حصل قبل رمضان على طول فوتشت في مسلسل حالة خاصة مثلا يعني لو بلته كانت سالفات بس حالة خاصة قبل رمضان على طول الناس كلها كانت بتستنى يوم الأربع ده يجي عشان تشوف إيه الحلقتين الجداد فده دليل على أن الناس ابتدت يعني مش فارق معها اسم النجمة قدمها الفكرة كمان الفكرة لو هي حلوة الناس هتبتدي تحبها وتتفرج عليها حالة خاصة من المسلسلات الهائلة نادين خن مخرجة الحقيقة يعني أنا كنت بحبة تفرج على مصر و شوارع مصر بعنيها بجد يعني ليها ستايل معين في الإخراج جميل سواء صابرين أو بسمة الاثنين اللي أمهتين عملوا دور هاي الجدد يبدو متأثرة بمدرسة محمد خان بشكل كبير طبعا طبعا فصابرين أنا حاستها فعلا أم عصام أمر وبسمة حاستها أم أحمد داشوء وبسمة ده فكرة نعناعة ده دور جديد عليها وهي ما عملتوش قبل كده ما عملتش الستة الشعبية كتير فحتى كل الناس الأستاذ رجد الشامي كل محسن منصور كل الناس المسلسل ماي الغيطي كل الناس في المسلسل عملوا قدارهم حلو جدا حقيقة والنجمات الستة السنة دي جمان حسن عندهم جرأة في مسألة انهم يطلعوا أمهات لشباب كبار خلاص بقى بيقدم أم الفريق كورا ما عندهمش المشكلة دي ودي حاجة كويسة جدا يعني تعالين لو احنا بنكمل بقية المسلسلات عندنا بدون مسلسل أسر ياسين بدون سابق نظر